مرحبا اخيرا ايجا الاصدار الحقيقي لكرت اقتصادي من فئة جديدة من انفيديا اللي هو كرت 1660 ونسخة اليوم من جيجا بايت سعرها 219 دولار خلينا نشوف المعاينة مع بعض مع داركسولز السلام عليكم يا قوم زي ما قالو الكومد انتو مش ملخبطين 1660 مش التي اهاي اللي عيننا قبل فترة ونزل قبل شوي لا 1660 اللي ما تلخبط يلا تلخبط انفيديا نزلت كرت جديده لأخي الاصغر ل 1660 تي اي وارخص منه ب50 دولار مبني على المعمارية الجديدة اللي هي تورينغ اكيد افضل من اداء الجيل السابق اللي 1060 اللي كان جيل الباسكال ولكنه ارخص وكذلك الامر اقوى في الاداء اكيد الكرت مقدم من جيجا بايت شكرا جزيلا الجي فورس جي تي اكس مش ار تي اكس ما عليه ريت ريسنغ 1660 ما عليه تي اي كتداون فيرجن من نسخة 1660 تي اي على ار جي بي الويند فورس ثلاث مراوح اوفر كلوكوبل اللي هو اديشن بيجي بالاضافة للتورينغ اللي هو شيدرز دي دي ار فايف يا شباب دايركت اكس ويلف وانسل اكيد هاي المواصفات متعودين عليها في كروت كيجا بايت الويند فورس زي ما تعودنا اللي هو ثلاث مراوح موجودة عنا مروحتين بدور باتجاه والمروح الوسط باتجاه اخر ار جي بي اللي هو البلايت النحاسية بالاضافة للباك بلايت الجمالية وايضا المتانة عشان ما تصير فيه اللي هو ميالان او انحراف في الكرت بوكس اللي هو كيجا بايت الاسود اللي تعودنا عليه دائما ابدا ما في كتير جوا سي دي بالاضافة للماني ولا لا تستخدموا درايفر على سي دي اعملوا داونلود هاي الكرت موجودة عنا رح نعملوا انبوكسنج زي ما تعودنا الويند فورس اديشن بيجي عنا اللي هو ثلاث مراوح من جيجا بايت ممتازة جدا عشان تحافظ على تبريد ممتاز بالاضافة نبيب محاسية كافية تحافظ على حرارة هذه الكروت شعار جيجا بايت اللي بضيء هاي شغلة جميلة جدا بالاضافة للفنز الموجودة على طول الكرت و جي فورس جي تي اكس و ايت بين اللي هو كونكتر ما فيه اليو اس ال اي اللي هو دي في لينك او اس ال اي في هذي الكروت كون مش ارتي اكس و كذلك الامر الباك بلايت موجودة عنا عليها شعار جيجا بايت وهي بتيجي نوع شوية بعطيك شعور بلاستيكي ولكن الحماية زي ما قلنا عشان ما يميل الكرت وهي شغلة جميلة من جيجا بايت من امام مع الكرت اشي نهائيا زي ما تعودنا من 1660 تي اي عليه مدخل الي هو دي سبلي بورت اش دي اي ولكن ثلاثة دي سبلي بورت واحد اش دي اي هاي شغلة كويسة على ما ستحرك في اس اربعة شاعات ولا اربعة شاشات ولكن هاي الكروت ما بتحمل اربعة شاشات فبنها المطاف شاشة واحدة والزيادة الازوossa مواصفات الكرت الاف ستمي وستين مقارنة هي المعمرات ال 103 يون مığımارات ال MIC MINO1 Moving 12亭能 Sang aircraft مقارنة مع ال جي بي مئة سته على الف ستمي وستين وعليه 24 كانت 1660 تي اي ولكن الكرت الجديد ال itiner وعشرين اللي هو عدد المعالجات المي الخ Rose السرعة الأساسية 1530 أعلى من 1660 كان 1500 1785 اللي هو ميجاهرتز كذلك الأمر اللي هو البوز كلوك اللي هو السلعة المعززة مقارنة مع 1780 الكودا كورس أقل 1480 كودا كورس مقارنة مع 1536 ولكن أعلى بكثير من 1060 اللي هو جيل الباسكال 5.5 اللي هو تيرافلوبس اللي هو مقارنة 5 تيرافلوبس فقط اللي هو 0.5 أقل تيرافلوب من اللي هو نصف تيرافلوب من 1660 Ti بالإضافة إنه 6 جيجا بايت DDR5 يا شباب أكيد مقارنة مع نسخة اللي هو Ti اللي عليها DDR6 سرعة الرام 12000 ميجاهرتز على Ti Virgin ولكن هاي 8000 زيها زي الـ 1060 288 جيجا بايت بالثانية سرعة الـ 1060 Ti مقاتم 192.1 جيجا بايت الكاش 1.536 على اللي هو 1660 Ti و1480 بس على الكيلو بايت على اللي هو الـ 1060 نسخة الجديدة الكل 120 واطفة هاي شغلة ممتازة عشان هيك راح نشوف إنه حرارة الكرت هذا خلال الاختبارات اللي عملنا هالي هم كانت لباس فيها ما تجاوزها 52 درجة على أقصى اختبار عملنا ولكن يا شباب الميزة الرئيسية اللي بيحملها هذا الكرت مقارنة مع نسخة Ti اللي هو سعره سعره 219 دولار زي ما قال 805 دراهم هاي شغلة كثير ممتازة أغلى فقط بـ 19 دولار من الـ 1060 إذا لقيتوه حاليا في الأسواق وما بنصح فيه نهائيا لوحد يشتريه ولكن المقارنات اللي راح تتم معنا اليوم راح تقارن الـ 10ATI Virgin 1660 مع الـ 1660 الجديد العادي الاختبار الأول اللي عملناه اليوم تعودنا عليه اللي هو فيرمارك فيرمارك بيشغل الـ GPU اللي هو المعالج كرت الشاشة الجديدة الموجود عندنا اليوم على 100% من قوته ما طلع عن 52 درجة خلال الاختبارات كاملة وهذا أقصى اختبار نحن تحطوا كرت الشاشة عليه وإحنا زي ما انتم شايفين كرت الشاشة مشغل 100% من قوته و2000 واللي هو 25 ميجا هيرتز وصل بالذبذب بين 1995 فما فوق اختبار اللي هو فير سترايك الـ 1660 Ti تفوق على الـ 1660 15000 السكور تبعه جاي مقارنة مع 12000 وهي شغلة بتبين قداش قوة Ti مقارنة مع هاي الـ Cutdown Virgin اللي هي المقللة أكيد فيها الـ SMs اللي هو المعالجات أقل وكذلك الأمر الكودا كورز بالإضافة إنه الميزة الوحيدة اللي موجودة اللي هي سرعة الكرت هذا أسرع من هذاك بشكل طفيف اللعبة الوحيدة اللي اختبرناها اليوم يا شباب اللي هو شفنا فيها مش عارف هي شغلة الدرايفرات ولا إشي ثاني أكيد رح نرجع نختبرها بعدين ما كنتش فاضي أعمل اختبار مرة ثانية الـ 1660 Ti تفوق اللي هو كرت الـ 1660 اللي هو على الـ Ti Virgin في هذه اللعبة فقط اللي هي الميترو إكسدس فبصراحة مش عارف شو التبرير رح نرجع لها أكيد ونشوف شو السبب العدادات نفس العدادات نفس الجهاز اللي هو الجهاز اللي استخدمنا هنا اللي هو 9700K المعالج بالإضافة للـ 16 اللي هو جيجابايت 3200 ميجا هيرتز ونفس الموذر بورد نفس اللي هو الـ SSD الموجودة عليه الجيمز ما تغير أي شيء إحنا زي ما شفنا دائما وابدا نقولنا بأنه الاختبارات اللي قاعدين بنعملها حاليا في الفترة حالية رح نعتمد على القيمة الوسطية اللي هي الـ Average اللي هو ثالث رقم للسطر الأخير بالأبيض ثالث رقم من إيد كل يسار اللي هو زي ما تشاهفين 65 frames per second اللي هو متوسط مقارنة مع 74 للـ 1660 وهي هي اللعبة الوحيدة اللي شفنا بأنه الـ 1660 يتفوق على الـ 1660 Ti قد تكون المشكلة أو المسألة أنه الدرايفر فضل أو عمل تحسين على اللعبة هاي فاستغلها لـ 1660 وبجوزها تقسين من جانبنا بجوزها بورود رجعنا اعملنا اختبارات المترو اكسيدس على الـ 1660 Ti على الدرايفر الجديد نوعيتكم إن شاء الله في المستقبل نشوفها أو أنه تكون هاي الترند على اللعبة هاي فقط بأنه في تفضيل لشيدر معين أو لسرعة الـ CPU اللي شايفينها 2010-2025 مقارنة مع 1980 ولكنها غير مبررة لمثل هذه الزيادة بس نعودكم نرجع لها ونشوف شو إشكاليتها طيب اللعبة الثانية اللي هو الـ Apex Legend يا جماعة الخير طلعنا على اللي هو الفريمات الموجودة أنه اللعبة الأولانية ما كنتش مشغل تقريبا 130-140 فريم ولكن المتوسط الموجود على اللي هو اللعبة فيه اللي هو الـ 1660 الكرت الجديد 138 فريم تفوق واضح هو بسيط لصالح اللي هو 1660 Ti على اللي هو الكرت اللي هو الجديد ولكن يا شباب فيه اللي هو margin of error فهي الألعاب التنافسية هاي اللعبة الـ Apex Legends شوي تفوقت على الألعاب الثانية فيما يتعلق بالتساوي ما بين الكرتين في الأداء ولكن إجمالة من هون طالع رح نشوف أنه أداء 1660 Ti بتفوقه بشكل واضح 20-30% على أداء اللي هو 1660 ها قاعدين من نحكي عن 88 متوسط على Shadow of the Tomb Raider مقارتا مع 75 فزي متو شافين يعني الفرق موجود هنا بحدود اللي هو 14 فريم و14 فريم من أصل ل75 فأنتقاب تحكي ما بين 15-10 إلى 20% ينضربها القرد يعني في أحسن الأحوال ولكن الفرق بيننات بـ 50 دولار للناس اللي ما محفلو سوف تفرق معها 50 دولار لا والله بفضل لإني أجيب الكرت اللي هو 1660 وممكن ما في أي داعي من الدواعي إنه ما نقدرش نعمله كونه حرارته ممتازة جدا على الثلاث ثلاث مراوح الموجودة من جيجا بايت ونوصله لأداء 1660 Ti بس هيا رح نجيها في الخلاصة لعبة زي اللي هو Battlefield 5 زي ما انتوا شافين اللي هو متوسط تقريبا فوق المية لا اللي هو 1660 Ti مقارنة مع 84 فريم كذلك الأمر شافين 15 فريم ما زالت اللي هو الفرق واضح بين اللي هو الكرتين اللي صالح نسخة Ti والأمر زي ما حكينا يا شباب الراجع لتفضيلاتك الشخصية فيما يتعلق بنوعية الكرتين اللي بتكون تجيبوه خاصة مثل هذه الكروت في الفينا متوسطة ولكن دائما أبدا نحن نبحث عن الأداء مقابل السعر اللي هي المعادلة اللي بتحققها سواء الماذربوردات أو المعالجات الرامات الكروت الشاشة أي قطع من قطع الكمبيوتر مندور على معادلة السعر مقابل الأداء اللي بتفوق فيها هون 1660 صراحة عن نسخة Ti اللي هون غير Ti طيب لعبة اللي هو PUBG 137 اللي هو الفريم المتوسط مقارنة مع 127 اللي هو زي ما توا شايفين متوسط هون نزل لغاية 10 فريمات بالثانية لصالح 1660 Ti بس إن شاء الله الحلقة الجاية ناس كثير اشتكوا قالوا ليش ما بتعملوا كسر صورة عم بداية لا نحن نفرجيكوا أداء اللي بيجي من المصنع يعني هاي طلعوا شغال على 2025 ميجي هيرس مقارنة مع 1965 لنسخة Ti يعني نسخة المش Ti لأرخص شغال فيها أسرع مقارنة مع النسخة اللي هي Ti اللي هي أغلى ولكن فيها ملتي بروسسسر أعلى فيها كودا كورز أعلى فبتساعد في عملية الإنتاجي في عملية مقارنة مع الجيمينج بشكل عام وفيها DDR6 أكيدا مع DDR5 بالمقارنة طيب Overwatch لا شفنا فيه فرق واضح 141 فريم مقارنة مع 105 فريمات المتوسط على الكرت الجديد اللي هو من غير Ti اللي هو 1660 شوفوا لاحظوا اللخبطات اللي صنع اللخبطها يعني كثير ما واحد قال Ti مش Ti Ti صار لخبطة كثير مش عارش شو ديسميه 1660 مقارنة مع 1660 Ti بتكتحملونا من هنا طالع إذا لخبطنا بالأسامي وبالخبطنا بالتسميات ولكن هاي إنفيديا وبتحب الظالم تلخبط فينا والله يشتر من الكروت اللي جاي لأنه أكيد فيه كروت جاي على الطريق وإن شاء الله المنافسة دائما أبدا لصالحنا إحنا على أساس إنه تنخفض الأسعار مقارنة والأداء يتحسن مقارنة مع أداء الجيال اللي هو الماضي طيب بالخلاصة كرت 1660 اللي هو مش Ti الجديد اللي نزل سعره 219 دولار أرخص من أي كرت هسا مكانك تلاقي بالسوق من فئة الثلاث مراوح أو حتى المروحتين اللي هو لـ 1060 جيل الباسكال القديم أرخص بـ 50 دولار من اللي هو 1660 Ti المسألة زي ما بقولوا الأجانب No Brainer ما بدهاش تفكير لأ بتجيب كرت 1660 وممكاني أعمله كسر سرعة استنوا بالحلقة القادمة راح نفرجيكم اختبارات كسر السرعة على هذا الكرت ونفرجيكم بأنه أداءه قد يصل وبجوز بعض الأحيان تتجاوز اللي هو حتى الـ 1070 من الجيل الماضي من اللي كروت أكيد بغير حكي بتجاوز الـ 1060 محداش يفكر أنه أداءه زي أداء الـ 1060 لا بتجاوز وأحسن منه ولكن لاحبنا نختبر مع الـ 1060 قلنا نختبره مع الـ 1660 وفرق الـ 50 دولار بصراحة حط هنا بجيبتك إمكانك ترفع تجيب حبة رام إضافية تصير في عندك 16 جيجا بايت مرام إذا انتبه شئلان أثمانية أو تجيب SSD كذلك الأمر بتسرع في تحميل الألعاب ونسخ الملفات بصير في عندك أسرع فالمسألة والخيار بعود إليك زي ما عودناكم الشباب ابقوا على الطلاع دائما وأبدا على مراجعتنا الحصرية والآن ننتقل إلى مد بالنهاية شرايكوا أنتو بكرت الـ 1660 سواء كانت هاي نسخة من جيجا بايت ولا الإصدار بشكل عام هل السعر اللي هو 219 دولار إشي كنتوا بتستنوه أنتو هل كرت فعلا اقتصادي هل بلبي حاجاتكم من ناحية سعر مقابل أداء خلينا نسمع منك بالتعليقات شكرا لكم على المتابعة إن شاء الله يكون عجبكم هالفيديو إذا عجبكم اعملوا لايك لا تنسوا اشتركوا بالقناة فعلوا الجرس عشان توصلكوا أي فيديوهات جديدة مننا إذا عندكم أسئلة ملاحظات أو اقتراحات حطوها بالتعليقات وتواصلوا معنا على حساباتنا على التواصل الاجتماعي الشبكات كلها اسمنا عليها هو كامبوتر موجود بوصف الفيديو ووصف القناة نشوفكم فيديو ثاني إن شاء الله تحية كبيرة جدا من دارك سولز ومني أنامت سلام